أنا أخير الشقرة المحضر وحاول أشوف لها سكة نخرجها بيها قبل ما رحلوه عن نيادة آآ ينوبك سواب آآ بس الحكاية دي فيها إرشنات زيادة مسمك مش مشكلة كله على حسابهم وكله عن نوطة اسمها هي؟ هي اللي مرميها هناك دي شوف مكلبشين هالزكة إنهم مكلبشين عربية وقفة صف تاني اسمك إيه؟ سعاد؟ هلا على اللقاء قدامي ده أنتو طلعتوا تعرفوا بعض من زمان زمان قوي تعرف أنا خطتي إيه خميس؟ نعمل فرشة رامدول وعائلة الكريمة في الزوم ده طعم عشان الزبون اللي هي ليلة بسجارة ولا فابية ولا بني بعد كده شد الأحمر من السوق أعطاشوا تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس يعين أمه ما يلاقيش بابا لأن ولا البني ولا أي حاجة بالنوة ده هتكيفه هيجري زي الرهوان على اللي صاف اللي بناكل منه وإيش بيسا Of course براون شوغر يلاقي يا باشا؟ براون شوغر بي أس yal براون والأس يعني شوغر تفاكل إن إحنا هنقعد نشتاكل في الارع Schr 따ب ستي置40 جنيه ده مجرد فرشة زي ما انتم بتقوله هيفرشوه رجالتك وعزوتك اللي عايزينا فنديهم يرجع السوق بأوة هو ما يفرشو ومعاليك تحضر التقيل لوقت اللزول وبكده باختصرنا الزمن والمسافة نلسه نستنى زبون يلف سجارة ويخش على حجرين وحليني بقى على ما يشد خطين نكده بنساعده هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس وهي بقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان يتوب علينا ربنا برزيزة هاي داز هاي حبيبتي هاي خميس مش بردو خميس أفندينا خميس أفندينا هاي حبيبتي عاجبك لسباح زريف مادام عاجبك هشتريهولك تانكيو أنا هغير وخرجي على طول بس بيخلي بالي كنت سايقة أوكي سيو لاتر باي باي كنا بنقولي يا خميس سيو لاتر اليكيتر دي لها كمالة هاااااااا عارف يعني يا اليكيتر يعني آ Garage سماعت قبل كده contro الليجيتر يعني تمساح تيفساح عارف دهان التمساح دهان التمساح باشا دهان التمساح دابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزة تشد وتعلى يا باشا ما تدخلي معاك في الاسبال هتجيبي البرنسيسا لها شريك يعني ما شاء الله تعرف يعني ايه سفا فاكهة برضو ما ليه سفا يعني موزة مؤشرة مكان تروح ويفضل ويدلك فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المؤشرة السلاف زحلقة يعني تضرب سفا بلابن هتزحلقة جوا كمان باي باشا ده انت حكا يتوب علينا ربنا بلغك اللي عمل والباشا بتاعك وانت عارف انت جايبنا عشان كده اسيد الناس يعني بلغك في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم الجمال كلهم وانت ايه رعك انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال انا بلعب فيتين تاني براكو يا معلم هابا ستة رايب من الباشا وما فيش اقرب من اللي زيك لمزاجه مالت انت ممكن تاخد مني فلوسك كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك قشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول وماليك علي حلفان انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينة زيه ومش بس كده هو الوحيد اللي بوازلي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل اضطار ألف حلوة كده احمل اتنين على خط واحد بس ما تأخذنيش يا معلم يعني خميس افندينة عارف يخش للباشا صح ومش بس كده الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه هم اللي مسندينه وبيحموه في ظهره ولماخذة يا معلم يعني انت مشكلتك في ابنك براقة هو الوحيد اللي هزي صورتك في السوق وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف وما تعرفش خميس افندينة عامل ايه الباشا تحس انه سحر له وصف له وصفة عامل له عمل حاجة كده تحس انها كرا يا كامل وانا باعي الجايبك علشان تعقادها ولا علشان تحلاها انا هقولك على الصحة بعد خميس افندينة دلوقتي في حماية الباشا ولو حصل اي حاجة الافندينة الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح نعديها يعني ونطاطل الريح شوية وبعدين نتفل تحط ايدك في ايدي اعتبر ايدي في ايدك يا مردس بس رأس واحد معانا ويكمل مسلس برمودة مسلس الرعب اللي يقضي على خميس افندينة تقصد مين؟ اللي معاه السره كله بدران الشواف بدران اللي قال اذا كان على بدران سيقولي انا انا عارف سكيته كويس قوي موسيقى بل لك بش ماندس مورنه فضل موسيقى يا دي عربية الفرنسيسة بنتنباشا صح ايه يا فاند صحيك ايه طبتل اسمك ايه؟ زينهم سعدة زينهم ايوه لاجب الامن لازم يكون معا عالم هات ورق لا 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 تعرض هاتف مجيش قالك قالك ايه؟ قالك تصرف موسيقى 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 ايوه انا عارف بوكتب بتقلقش اكتب موسيقى قطرنا بص انا حطه ليه هنا بس امان عليك تقلق واوة تفتاحك ولا تقرن فيها ولا كينك سبي邪تحigns افتحامق يا فاند افتحامق يا فاند اقد افتح يا ربا! سلام! شغل! شغل إيه! ومنامت وانت بتشتغل أصلا! لؤي! خلاص بقى! أنا زهقت منك! اعمل اللي يريحك! سلام! ما تستغربيش ورقة البفرة ما تستغربيش ورقة البفرة ما لقيتش أسرع منها ما لقيتش أسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي يوصل الود بمزاج عالي ديني مريتي لو مزاجك تمام كلميني ولو مش تمام ولو مش تمام ولو مش تمام كلميني برضو كلميني برضو أفندينا أفندينا انت بتستعبط يا بيت؟ انت فين كل ده؟ والنبي يا عبلا بلف لك عليك عبر جلية لماك عبر جلية فأفعت أعمل إيه؟ مش لقياه؟ يا سلام انت حتعمليهم علي يا بيت؟ دلوقتي بيتي تلفي والدخل عليه ومش لقياه؟ وما المكان في جيبك ليل ونهار؟ هو فين؟ والنعمة الشريفة شحح يا عبلا ده حتى اللي كنت باجيه بعشرة دلوقتي باجيه بعشرين ويا ليت لقيين؟ أنا مش عارفة الناس تسرعت على الفلوس كده ليه؟ كفاية لات ترحمي نفسك هيدي اخلاصي هو فين الهباية؟ قدال يا عبلا هيدي ملتك السودة دي؟ روح اعمل ليلي كوبات قهوة بصرحة؟ قهوة وشاي وبرشان وسجاير أنا مش عارفة الليلا الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصي يا عبلا بص يا عبلا بقى أنا هعملك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده ايه قولك بقى؟ يا شك انت هتبع لقي فيه؟ يلا شليه؟ ده هو اجيب مني عشان اصالحك بيها حكما انا عارف انك ما ايارة مني من المرة اللي فاتت بس ده قال لي حاجة تعملها معايا بعد عملتك السودة يا بيت ما بقاش قلبك السود كده بقولك ايه؟ ايه؟ مين المزرق هتلازقالك دي؟ فوتنة اسمها فوتنة؟ دي فوتنة قوي فوتنة خالص فوتنة عالاخر البت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من الزغيرة وبتموت فيه ايه المشكلة؟ ننطلهم دو سحن انسى ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجة بيت معلم على نفسه هو فيه معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباقي ايه؟ بتيني بقى اسمه الزبون ده؟ اسمه افندينا افندينا؟ يا محسن الصدف يا محسن الصدف ما لقيتش غير ورقة البفرة اللي تقول فيها الكلام ده؟ يا افنديهم؟ ومالها ورقة البفرة؟ ده حد ده في الخير بس انتي جيت بسرعة اوي انا قلت يعني هتتقالي شوية هتقاملي فيها كده طلقتي واعة هتقل قدبك حقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني؟ وليه بقى اللون ده؟ هتخليني غير رأي فيكي جدا؟ ممكن اعرف ايه معنى الكلام اللي انت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح زكة محبة وربط كلام ده ومش شايف ان الطريقة دي قديمة شوية؟ اصلا انا يا غاوي الطرى باصيل يعني ناوي تغني علي؟ لا يا حبيبي ماليش فيي ايه رايك في عادة شاعرية قديمة من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طلبة معي اقضيها معاك ابيض واسود؟ وماله نقضيها وانت ونصيبك بقى يتبقى بيض يتبقى سود يتوبقى اللي لربنا باي باي انا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني انا عايزة اضمن اني مترميش في الشارع انت بالشكل ده بتهدي كل اللي بندنيه في علاجك انت بالشكل ده بتهدي كل اللي بندنيه في علاجك احنا كل ما نتقدم خطوة بنرجع عشرة ليه كده بس؟ انا انا مادام كرامة انت فيه حاجة عايزة وليها ومكسوفة يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل يا بنتي انت ست مكتملة الأنوصة وحلوة كمان كرامة يا بنتي الأنوصة مش دلع وكلام معصول الأنوصة هو احساسك بنفسك احساسك بذاتك الساعات بيدلنعني وبيبقى لطيف قوي معي وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني افهم من كده انك شكة ان جوزك على علاقة بحد تاني غيرك صرحيني عشان الله بساعدك ها؟ يا ليه تتتتقى فيا؟ احنا قربنا قوي صرحين يا بنتي؟ انت خايفة من ايه؟ اتكلمي ايه ده؟ ساعات كنت شفين كله ده؟ ما ترد على الحجة؟ ويه لها كنت فيه؟ اشتغلوني أكتر اشتغلوني فاهمونك ما تعرفوني ما نعرفش ايه يا خون؟ هو فيه ايه؟ فيه ايه يا أمو ساعي؟ فيه انكم لبسيوني عمه صحي عم الحج قلوستوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جيبتوا راجل في جوازها طلعتوا منها بالقرشنات ما تلمي السمك يا أخينا انت اقف معموك واتكلم عاجل لما قلتوا لفسوكم شوية بقى؟ ولما بنتوكم؟ بدل ما تلمي بلايوكم ع الناس المحترمة الكلام ده ما تقولي روحك مش ليهم سيبهم بقى يا أخي في اللي هم فيه مش كيفيهم الجوامين فقودة واحدة فوق بعضيهم أنا كنت عايشة عامر كل قصتي ومراسية بالل انا فيه ويوم ما خرجت وانزلت اشتغلت عندك أول كلمة حلوة سمعتها وقلت خلاص هستحمل هم والعرف اللي انا فيه وهو دل راجل ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت دل راجل لكن انت بعتني الخيز قوي بس انت بعت نفسك أخص بكتير انت اللي راجل ولا حتى تستحقت موضله فخرافي بس انت بعتمس كبيرت ولا ايه بس انت رجبك من انه مش معال يا سبيرة انت بتجدوه أليه اني حصل يا اما سعاد غياحيني ويقولي لي فيه بدل ما تعمل فيه راجل قوي كدا وتمدي ايدك علي بص انت روحك في المريء وقولي الكلمتين دولي نفسك انت اللي عرفتين استيكة الواسخة دي بعدما رميتلي زي كالبكة الجربانة اللي مش لاقى حتى قادمة تأكل بيها الغنبة دول انت اللي عرفتني سكة المسامية دي وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشي عيدل ولا حتى ماشي يا شمال اه لا يا اخ انا محتاجة انت هوتجوع بقيتها عليا لغاية ما بقيت اللي اقدر عليك لكن انت انت الدنيا داتك العالم والشغلان اللي تاكل من وراها اشتهد وحلال وسبت كل دوضة وعرتها شمال ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفة كل اللي فيها يفتعل عادل وقانون انت مستغرب ليه كل ده دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد ده تعاطعت العققير دي بس انا عايزك تبعارف حاجة كويس قوي اللي بيدمنه الترامادول دول كلهم في كفة واللي بيدمنه نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص بس في النهاية كله بيتساوي في قتل النفس وهو في كفة الواحدة وقع عشان كامية مش بس علشان كده عشان عامل زي الوابا بيخش كل البيوت شايف سوئين التكاسي والأوتوبيسات اللي دي وما بتتشالش منع الكالاكسات وشايف العيال اللي وقفة على طول في الشوارع بتتخانق هو ده الترامادول من هو بينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهروين ده اعتقاد خطأ جدا ده لأن الترامادول أسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم خصويا ان هو مش زي المخدرات التانية ولا زي العادات المميتة اللي في حياتنا السجاير والشيشة والعادات السلبية اللي بيت على طول حوالينا دكتور علاجة انا عاوزك يقبل ايغالك ده طبعا يا حضرت الضبر بس انا مش فاهميك انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش بيني وبينك خايف خايف او الخطر اللي جاي انا برضو عندي عيال طول عمري غاوي سمك اه لكن مليش خلق على صيده حاكم الصيد ده موحبة من عند ربنا انت عارف يا خميس وانا صغيرة كنت احب اجري تحت السماء وافضل بص للقامر وابقى شايفا كده هو بيجري وراي كنت اقعوا واتكعب اللي والعادة هو واتتحك علي بس انا بقى كنت بقى بقى فرحانة قوي عارف ليه لاني كنت بقى بقى حاسة ان انا لو شبيت شوية حلمس القامر زيك كده غاوي سمك بس مش عارفت استاده لا انا مقولتش مش عارف انا قلت مليش خلق على صيده انما محسوفك بقى غاوي اساسة واللي يجي بالبحر ومو انت دماغك على طول حاتفة شمال كده ازا كانت الدنيا كلها حاتفة شمال جات علي انا بقى العبد الغلبان على فكرة انا عارفة انت عايز مني ايه ولعبت لعبة الورقة وجبتني هنا ليه شوف شوف اصلاك انت تحب تعمل كل حاجة بمزاج حصل حتى بقى لو جوازة ممفروضة عليك ممفروضة عليها ولا مواخذة اعني ما عندكوش مرهاية في بيتكم اصلاك بش بالجمال ولا الفلوس دي مصالح بتتلاقى عاملة كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها وانا بقى مفصلة من دول غريبة انت برضو اوه انا شوفي يعني شوفتك كامرة حد لوقتي يعني مرات قوليه لا بس يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجة ومعض سواعي تاني اشوفك حاجة تانية يعني واول مرة ما بعاش عارف هتجيبه اخر حد ما حدش له اخر يا خميس كلنا كده عاملين زي التعبين نحب نغير في جلدنا وده مش شر دي طبيعة زمن بنعيشه بس انا بقى راجل ما حبش حد يفرض علي حاجة اللي عمروتي اللي هو ابوي كان شايف كل حاجة من حوالينا كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص اخترك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسارته وانت الوحيد اللي هتأمن بانتو بس ده رأي العمروتي ابوكي انا عايز رأيك انت اول ما عرف هقولك يا افنديني انا عارف انا عارف انا عارف موسيقى انا عارف انا عشان طلعين اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية فقلت لازمة نعرف هم بيقولوا عليك ايه وكانوا بيقولوا ايه ملحقتش خيبة دخلة تسحب وقمت من الكعبلة وحاسوا بيا بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة ده انت صالتني كده من وسطيهم اه ايه هتفضل قاعد كده زي الددامان مش حتيجي النام 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 ايه وان عاد بيجيني نوم ما انتم طيارة النوم من عيني ليه كل ده علشان خايفة عليك وعايزة تطمن لا حبيبتي مش عشان تطمنة عشان التقليع الجديدة اللي انت طالع علي فعله من دول كل الهي لها تنامي وتديني ظهرك وانت عارفة ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حاضنك طب تعالا كده تعالا ورني النوم حيعصاك ازاي النهار ده هاتها جماعة يا رب يا رب يا رب ضربة معلم بصحيح ايب عليك يا حج ده نابنك برضو لا حقيق المرادي عجبتيني قوي اه ايوة كذا خلينا حاس ان انا بخلي فراجل بحق وحقيق كل اكل قل شد الصباح تقولها مع remarks بس خلي بالك دي علمة يعني بمية ويش و�� على نفسها يا حج ده انا براقت نوح فضلت وراها لغاية ما خلتها زي العجينة بن صوب عدول رمانة وبدران هم الوفقنا وحبلة يا فنينا لو قافشت الاثنين يبقى قفش طرفين الحبل نشد من هنا مرة ومن هنا مرة هو بقى يفرفر في النصف يبقى ناكي من مرجحك ومرجحني يا معلم هاي هستكني يا معلم هاي هاي بش قلتينة بضربة العلم خرب بيتك نشفت دوني مرة من نفسي انا شفلك دمك يخرب بيتك يسكت يا خلص تعالي هنا لحد يسمعك تعالي انت بيتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعت يا حاجة رمانا ايه؟ الكلمتين اللي قلتهم للبيت سعاد عروني قدام نفسي عرفني من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 اسحك هو انا وحش قوي كده؟ مصيبة يا بدران لايكون دميرك صحي كده يا ابن شجرنا هيوقف ومصالحنا هتتعطل انت حلو يا حبيبي انت حلو وجميل وجميل اوين ميش هو حلو؟ هو من ايه؟ خميس انا انا ازرق عا الدماغي الخفيفة واحنا لسه ابتدينا لا يدوب خمس ستة تقوم اللي شربناهم الرجالة راحت فين؟ على اوسول يجوا بالسلامة يجوا بالسلامة بغاشي وانت بتخلينا نضرب في ايه وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت والدماغ وقت ما تطلب لازم تلب الندى لتطير منك وتفك واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا بلك لو الحكومة تعرف امت الدماغ كانت فكتها علينا شوية وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها لكن تقول لي مين؟ ما عادش بيسمع كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شماج ايوا كده هزم هزم يا كبير واستبح الرجالة دوم شو السك يصلوا بالسلامة ان شاء الله وصلتك الامانة يا بجبوشك طمنت على صوتك انت خيرك مغرقنا يا باشا بس فيه حاجة الصغنانة اقد كده خد بالك الصغنان دمي بقى طعم ودمه خفيف ومصيره اكبر ويه ما اكبر منك كبير هاهاهاهاهاهاهاها ايه خير عندك انت كبير مشكلة ولا واحدا حس تديها استمرد ستة زي حاببنا الي ضميره صعيف هاهاها احنا بجة والحمدالله ضميرنا برتاح الراحة الابدية حاهاههه وده الكلام سابع متر أتك الكلبي وأقلا أخير اللا حزان إن شاء الله هنجي لك شفع أقل ق وأش amo وهو أخذ الشره راه هو من أية؟ المرحوم هو وأنا موت آه يعني ما حدش أقالي هاهاهاهاهاهاهاهاها hated ايه له باره؟ هقول كده.. ولا.. فخنا الوحديين انا وانت بقول عادي البدران ده في مقام ابنوختي ابنوختك الصغيرة ولا الكبيرة المتوسطة هاي ابني المتوسطة هااا Urs أيه الأبارة؟ الست شو ملة بتطاقة صاح بيخصك وبتنقش وراك كبيرة آآ صحيح الست شو بتروح للست بتاعة الدجا والشعوازة سكنة في البيت اللقصات مكتبة على بوض مرة شفت معاها الست كرامة بس ماشي تقولك مش دخل ده في كلام بجاش امت لا ما هو من كم يوم شفت عند الست دي مطرة مراد براء النوح مطرة مراد براء النوح